بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نترقب بشغف شديد ماذا ستكون ردة فعل أردغان على بيان الضباط المتقاعدين والذين هددوا أردغان والحكومة التركية بالانقلاب العسكري من جانبه ترأس أردغان اجتماعا مغلقا لمدة ساعتين وعشر دقائق في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة ثم ألقى خطابا هاما حول بيان الجنرالات المتقاعدين لمتابعة أبرز ما جاء في خطاب أردغان الهام أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد هذه صورة من القصر الرئاسي واجتماع الرئيس رجب طيب أردغان بأعضاء حكومته وكبار رجال الدولة التركية حيث ناقشوا في هذا الاجتماع المغلق كيف سيردون على البيان الذي يدعو صراحة إلى الإنقلاب العسكري وتعطيل حركة تركيا نحو القمة ومحاولة إعادة تركيا إلى الوراء وتكبيلها بالقيود الاستعمارية أول تعليق من أردغان على بيان الضباط الأتراك المتقاعدين رد الرئيس التركي رجب طيب أردغان اليوم الاثنين على بيان الضباط الأتراك المتقاعدين مشددا أنه بيان ناجم عن نوايا سيئة مشيرا إلى أن البيان يعد إساءة كبيرة للجيش التركي كلام أردغان جاء في كلمة له عقب ترأسه اجتماعا لتقييم الأوضاع والأحداث الجارية في العاصمة التركية أنقرة وقال أردغان تحويل القضايا التي يمكن حلها في إطار الديمقراطية والقضاء إلى ذريع لبيانات ذات تلميحات انقلابية يعد تهديدا واضحا للدستور ليس لدينا أي نية في الوقت الراهن للخروج من اتفاقية موليترو الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية معارض مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا هم من أكبر أعداء أتا ترك والجمهورية التركية وقال أردغان أيضا نولي أهمية للمكتسبات التي حققتها تركيا من اتفاقية موليترو وسنواصل الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل يتابع أردغان مناقشة اتفاقية موليترو لا يكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهديد الإدارة المنتخبة سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور جميع الهجمات التي استهدفت الدموقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات هنا الرئيس أردغان يشير إلى خطورة صدور هذا البيان وأن مثل هذه البيانات صدرت في أوقات سابقة وأعقبها بعد ذلك انقلابات فهي بمثابة تحريض واستحضار للانقلابات كما جاء أيضا على لسان وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو يتابع أردغان أيضا مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة يتابع أردغان ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نواية سيئة لم نرى هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة جولان الإرهابية المحاولة الإنقلابية جميعنا تابعنا توقيع 103 أدميرال متقاعد في البحرية التركية على بيان مساء السبت استهدفوا فيه الحكومة التركية وأردغان وهذا أبرز ما جاء في بيان الضباط المتقاعدين من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة يجب على تركيا أن تحافظ على التزاماتها باتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن هذا المصار المعاصر الذي رسمه أتاتورك من الضروري تدريب عناصر قيادة القوات البحرية الذين لهم ماضي مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية والذين هم حماة الوطن الأم والأزرق تماشيا مع مبادئ ثورة أتاتورك نحن نقف إلى جانب البحار الأتراك الذين يعملون منذ فترة طويلة والذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود والذين يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك الذين عبروا عن رفضهم له مؤكدين أن زمن الإنقلابات ومصادرة الإرادة الوطنية قد ول إلى غير رجعة ومن المعلوم أن اتفاقية مونيترو دخلت حيز التنفيذ عام 1936 بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقاءها في هذا البحر وتشمل سفن الدول المطلة أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبولغاريا ورومانيا على البحر الأسود وغير المطلة وتحمل معاهدة مونيترو أهمية كبرى بالنسبة لتركيا لكون بنودها تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر في المضائق التركية وأنواعها ووزن الحمولة المسموحة بها إذ تم اتخاذ الأمن التركي أساسا في صياغة هذه البنود وتطيح الاتفاقية تسهيلات للدول المطلة على البحر الأسود إذ تسمح لها بتواجد وإنشاء سفن حربية على مياهه لكنها مضطرة أيضا لإعلام الجانب التركي قبل فترة محددة من مرور سفنها الحربية من المضائق إذ يجب أن يكون الحد الأقصى للسفن المارة من المضيق في نفس الوقت تسع سفن ويجب أن يبلغ الحد الأقصى لحمولتها مجتمع 15 ألف طن كما تشترط المعاهدة على الدول المطلة على البحر الأسود في حال كانت تريد مرور غواصاتها من المضيق إخبار تركيا بذلك أولا على أن تمر منه خلال ساعات النهار والظهور على سطح المياه وقت العبور لا شك أننا أمام مفصل تاريخي مهم أردغان يعتبر أن رسالة الضباط المتقاعدين تتضمن تلميحا إلى انقلاب سياسي هذا ما قاله الرئيس رجب طيب أردغان مهاجما مجموعة الضباط الذين أصدروا هذا البيان أيضا أردغان يؤكد أنه ليس لدى تركيا حاليا نية للخروج من اتفاقية مونترو جاء ذلك في تصريحات مهمة للرئيس رجب طيب أردغان بعد اجتماع دام ساعتين وعشر دقائق في القصر الرئاسي بأنقرة لكي يرد على بيان الضباط المتقاعدين والذي اعتبر إساءة كبيرة للقوات المسلحة التركية هذا البيان والذي هدد فيه الدموقراطية وهدد فيه الرئيس رجب طيب أردغان وألمح إلى الإنقلاب العسكري لا شك أن أردغان كما عهدناه دائما رجل المواقف الصعبة والذي يلوح لهؤلاء الإنقلابيين بأنه سوف يضرب بيد من حديد وأنه لن يسمح لهم أبدا بتمرير إنقلاباتهم أو أن يعطوا الفرصة لغيرهم لكي يكرروا مثل ما فعلوه لا شك أننا سوف نشهد في الأيام والشهور وما تبقى لنا حتى عام 2023 وربما قبلها تحركات كبيرة داخل تركيا وخارج تركيا مدعومة من قوى استعمارية تريد أن توقف عجل التركية التي تتقدم بقيادة الرئيس رجب طيب أردغان وأن يعيدوا تركيا مرة أخرى إلى أن تكون دولة تابعة لهم ودولة وظيفية نسأل الله أن يحفظ تركيا والرئيس رجب طيب أردغان وأن يوفقهم دائما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين كما أرجو من حضراتكم أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر